اشتركوا في القناة في الدعوة للسلام والتعايش والتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والاززهار لشعوب المنطقة كافة وحرصها الدائم على دعم التحالفات والتكتلات بما يعزز الاستقرار ويخدم أهداف التنمية وهو ما أكده حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه لدى مشاركة جلالته في القمة الخليجية مع دول رابطة الأسيان التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي أعمال قمة القاهرة للسلام التي عقدت بجمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء جلالته صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا وكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية وخلال لقاء جلالته مع قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ولقاء جلالته مع فخامة رئيس سيرجيو ماتاريليا رئيس الجمهورية الإيطالية ومعالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية مجددا المجلس ما أكد عليه جلالتها يده الله خلال هذه الزيارات في دعم التحقق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بعدها شاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها كما وجه المجلس الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على رعاية سموه للحملة الوطنية يوم التضامن مع أهالينا في غزة نحن معكم وجهودها التي أسهمت في إنجاحها وللمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على حسن التنظيم ولأبناء مملكة البحرين على تفاعلهم المقدر مع الحملة بعد ذلك هن المجلس والأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة نؤكد أن المجلس على أهمية مبادئها وقيمها ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مستجدات نظام تسجيل العمالة مذكرة اللجنة التنسيقية حول الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تهدف إلى دعم توجهات مملكة البحرين في خلق مدن ذكية وتنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار والحفاظ على التنافسية من خلال ثلاثين مبادرة يتم تنفيذها عبر ست محاول رئيسية مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن آلية المشاركات الخارجية لمملكة البحرين في الاجتماعات واللجان والمؤتمرات ذات الطابع الإقليمي والدولي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المؤتمرات العالمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل المادة الثانية من القرار بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول محمية خليج توبلي بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزرية للخدمات المجتمعية حول مؤشرات سوق العمل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 والتي أظهرت ارتفاع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 5.9% خلال الربع الثاني من العام 2023 موجها المجلس في هذا الصدد الشكر والتقدير لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمت في توظيف البحرينيين خلال العام 2023 بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول العضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المشاركة في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا نتائج المشاركة في الاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب نتائج الزيارة الرسمية لسعادة وزير الإعلام إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة نأتي الزيارة الرسمية لسعادة وزراء العربية السعودية